حكم تقسيم الأب لبناته الثلاثة جميع أملاكه في حياته وهو في كامل الصحة لا بأس بهذا ولا حرج لكن يحرص على أن يتخلص من نية إقصاء وارف يعني واحد ليس عنده ولد عنده بنات وعنده أخ فلا يريد أن يصل ميراثه لأخيه بعد موته فيقسم الأموال بين بناته في الحياته في صحته القرار قراره لكن في باب الديانة بينه وبين الله عز وجل ينبغي أن يتخلص من هذه النية نية إخراج وارث وإقصاء وارث فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إدخال وارث أو إخراج وارث فإن الله قد أعطى كل ذي حق حق وإن الله قد قسم فعدل جل جلاله وبهذه المناسبة أفرق بين العطية والوصية صاحبنا هنا يسأل عن العطية والعطية في الحال الحياة الصحيحة بشرط أن تحاز انتبهوا هذا شرط دقيق جدا يغفن عنه كثير من الناس ومع إهماله ومع تخلفه تبطل العطية لو أحد قال لبناتي أنا أعطيكم كذا وكذا حتى كتب بهذا أوراق عرفية لكن لم يسلمها لهم لم يخلي بينهم وبينها لم يحوزوها في حياته إذا مات تبطلوا هذه العطية وترجعوا ميراثا وقد وقع هذا مع أبي بكر رضي الله عنه أرضاه سيد الناس بعد النبيين والمرسلين عندما أعطى ابنته عائشة جزاز عشرين وسقا ثم حضرته الوفاة فقال يا بنيتي لقد كنت نحلتك كذا وكذا ولو كنت حزتيه لكان لك لكنه اليوم أصبح ميراثا لأنها لم تحوزهم فهذا في باب العطية أما إذا أوصى لهن بذلك وصية تضاف إلى ما بعد الموت فتلك وصية باطلة لأن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث بارك الله فيكم